وثيرة العمليات الإرهابية وتداعيتها في القارة الصمراء تعرف تسارعاً ملحوظاً نتيجة انتشار أخطار التنظيمات الإرهابية وامتداداتها في كافة أقاليم القارة ما استوجب على الحكومات الأفريقية شن حرب شرسة عليها هجوم بري وجوي شنه الجيش النيجيري لطرد المسلحين في عدد من القرى الواقعة على طول نهر يازرام في ولاية بورنو أدى إلى غرق نحو مائة إرهابي بشمال شرق البلاد أثناء محاولتهم الفرار أما هنا في الصومال فقد أعلنت قوات الجيش عن مقتل خمسين عنصراً من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والقوات المحلية وميليشيات الشباب في منطقة عيلي بمحافظة هيران التي شنت بها الميليشيات الإرهابية هجوماً مباغتاً حيث كانت القوات المحلية تتمركز هناك وحيث صدرت القوات الحكومية الكثير من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين إلى غرب قراءة تحديداً في الطوغو أعلنت السلطات تمديد حالة الطوارئ في منطقة صفانيس شمال البلاد لمدة ستة أشهر في إطار جهود محاربة التهديدات الإرهابية وفي سبيل ذلك دعا الوزير الطوغولي المسؤول عن الأمن يارك داحمان إلى الحفاظ على تعاون بين السكان وقوات الدفاع والأمن وبالقرن الإفريقي أعلنت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان أن أكثر من ستين شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أزيد من سبعين آخرين نهاية الشهر الماضي على أيدي مسلحين في عدة مناطق بمحافظة هوروغودرو التابعة لإقليم أوروميا والتي نهبت بها منازل ومواشن خلال هجمات إرهابية إلى وسط الغرب الإفريقي حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما هجم إرهابيون انفصاليون حافلة في منطقة ناطق بالإنجليزية جنوب غرب الكاميرون وفقاً لسكان محليين ومصادر أمنية وقال ضابط كبير بالجيش الكاميروني إن الحفلة غادرت كومبا وكانت متجهة إلى بويا عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية عندما تعرضت للهجوم في منطقة إيكونا صعوبة والحرب على الإرهاب تستدعي حسب مراقبين الإسرع في توثيق تعاون الأمني بين الدول الأفريقية لسيما عبر المثلث الحدودي بين كل من النيجرومالي وبوركينفاصو وهو ما يعمل هذا الثلاث عليها اشتركوا في القناة